السابق أنا تكلمت عن الخمس تذكروني ولا أعزائي تدرون علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا كم رأي عدن في الخمس أعزائي يعني خمس أرباح المكاسب واجبة لو مواجبة تدرون كم قول أكو في المسألة ذهنكم مش قد يجي قوليا منو اللي ردي يزود خلي يزود ثلاثة خمسة سبعة اسمحوا لي سبعة تسعة اثنعاش المعصومين الأربواطعش مولانا مولانا واحد وعشرين قول علماء الشيعة مختلفين صارهم ألف سنة كم قول أعزائي واحد وعشرين قول اختلفوا فيما بينهم ولا يزالون ها الآن شلون مولانا رجاء الآن شلون الآن أكو اختلاف بين علماء الشيعة وما أكو اختلاف مولانا نعم أكو في كل مسألة أكو اختلاف وهذه سنة الحياة لا تصورون بأنه وهذا أمر معيب لا لا الله سبحانه وتعالى خلقنا على أننا نتفق لو نختلف مولانا ها الجواب التفتوا جيدا الآية قالت بعد ذلك التفتوا جيدا قال ولذلك خلقهم أصلا أنا خلقتهم حتى ماذا حتى يختلفون فيما بينه هسا بعض العلماء مثل سيد الطبطباء يقول هذه ولذلك خلقهم لأجل الرحمة لا 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 أبدا محققي علماء التفسير يقول إن الله خلق البشر لكي ماذا لكي يختلفون فيما بينه